السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ياربو كلكم في أحسن حال فيديو النهاردة بأمر الله 3 أفكار لإعادة تدوير إزازة بلاستيك بطريقة سهلة قوي بخامات بسيطة جدا يعني هتغيري في ديكورات بيتك بأقل تكلفة ممكنة أتمنى أنكم تكملوا الفيديو للآخر وتشجعوني وتدعموني بتعليقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب واعملوا شير للفيديو مع كل حبيبكم ويلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله أول حاجة بقى يا جماعة أنا هبدأ أجيب الإزازة البلاستيك وهبدأ أقسمها كده لتلات تلات أجزاء يعني للتلات أفكار تمام الجزء اللي تحته والجزء اللي فوق ده أنا هقسمه اتنين أهو يا جماعة هبدأ بقى أخذ الجزء اللي فوق خالص أول جزء فوق خالص أنا فتحت الغطى بالمقص كده بالشكل ده وهبدأ أجيب خيط الخيش وطبعا ممكن تستخدمي أي حاجة متاحة عندك أو أي خيوط موجودة عندك يعني هبدأ بقى ألفه كده بخيط الخيش أنا مغطيتش هول فتحة اللي أنا فتحتها هبدأ ألفه كده بخيط الخيش لحد الآخر الفكرة دي يا جماعة بجد فكرة تحفة عجبتني بطريقة مش طبعية تحفة قوي وشيك شيك وما كلفتنيش أي حاجة تقريبا هبدأ بقى ألفه للآخر وارجعلكه تاني وبعد ما لفتها كله يا جماعة هبدأ من فوق كده بشرط دانتل كده وهبدأ إيها زينها كده ممكن طبعا ما تستخدمش حاجة ممكن لو ما عندك إيش ما تستخدميش أو تستخدم أي حاجة بديلة يعني الحاجة الموجودة عندك تستخدميها هعمله من فوق ومن تحت ده شكله يا جماعة هبدأ بقى أعمل التعليق أبقى من وراء بحبل الخيش بالشكل ده وأهم حاجة أهم حاجة كتعة الجوخ يا جماعة عشان تسبت اللخيط ما يقعش منك ده أهم خطوة تمام؟ بعد كده بقى هجيب كتعة فل وهدخلها فيه ووردتين كده ولا حاجة أي وردتين كده ولا حاجة أهو ده شكلها يا جماعة ده بقى كانت علقت ستارة عندي وبوزة اتكسرت فأنا قلت استغلها فهبدأ أدخلها في الفتحة اللي تحت دي تمام؟ أهو ده شكلها يا جماعة ده بقى هتبقى علقة للمفاتيح كده جنب باب الشقة شكلها تحفة تحفة بجد وشيك قوي 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 أتمنى تكون فكرتها عجبتكم وتشجعوني وتدعموني وترفعوا للفيديو وتشاركوا مع كل حبيبكم نيجي بقى للفكرة التانية يا جماعة أنا طبعا أسمت الجزء اللي فوق في الإزازة لجزئين أخدت الجزء الأولين للفكرة الأولى وده الجزء اللي تحتي هبدأ أجيبه من الإزازة التانية وهبدأ ألزقهم باللزق بالشكل ده وهاجي الفراغ اللي من تحت هبدأ أحدد الكرتونة بالشكل ده وهقص الدايرة وهقفل إيه هقفلها من تحت تمام أهو يا جماعة ده بقى شكله هبدأ بقى أجيب خيط الخيش وهبدأ ألفها بالكامل من تحت الفوق وهرجع لكم تاني ورجعت لكم التاني يا جماعة بعد ما خلصته هبدأ أجيب شريط الدنتيل ده وهحطه كده في النص تمام وطبعا يا جماعة زي ما قلت لكم التزيين انتم ممكن تستخدموا المتاح عندكم ومش متاح برضو يا جماعة برضو الحاجة بيبقى شكلها حلوة يعني مش بتبقى بشعة تمام أنا عم خلصته برضو بشريط الدنتيل كده من فوق هبدأ ايه هزيينه برضو من فوق ومن تحت وطبعا زي ما انتم عارفين ان الفنش الاخير ده بيكون كل واحد وليزوقه مش شرط ان انتم تعملوا نفس اللي أنا بعمله كل واحد بيكون ليزوقه يعني فكل واحد يعمل زي ما هو عايز تمام اهو يا جماعة ده شكلها هو طيب دي بقى هنستخدمها في ايه دي ممكن نستخدمها كمقلمة تحط فيها ادواتك على المكتب ولدك يستخدموها انت تستخدميها تمام وممكن ايه هحشيها بالفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده واحط فيها بوكي وارد والسوق الحاجة كل حاجة لها الف استخدام يعني انت ممكن تستخدميها حاجة تانية خالص غير اللي انا بقوله ده كل حاجة ولها الف استخدام تمام فكله حسب استخدامك انت نيجي بقى للفكرة التالتة يا جماعة وانا خدت الجزء اللي تحت من الازازة هبدأ اجيب كتعة القمشة دي وهتنيها من تحت لكن من فوق لا هبدأ اتنيها من تحت بس بالشكل ده كده وهبدأ هلزقها على الازازة من فوق بالشكل ده اهو بعد كده بقى هبدأ اقفل اهو يا جماعة بعد بقى ما اقفلتها يا جماعة هجيب برضو كتعة قمشة تاني وهبدأ برضو اتنيها من تحت وهبدأ هلزقها على القطعة الازازة من تحت اهو يا جماعة ان شاء الله يا جماعة الفترة الجاية هعمل لكم افكار مختلفة جدا وجديدة اتمنى انكم تدعموني وتشجعوني عشان اقدم لكم كل جديد واعملوا شير للفيديو يا جماعة مع كل حبيبكم يلا يا حلوين انا هنا اهو قفلتها خلاص اهو بعد ما قفلتها بقى هبدأ اجيب دحب للخيش من فوق بقى في الازازة من فوق هبدأ ايه اليفه كده هدي مثلا حوالي نص الازازة هلفه وهرجع لكم تاني وارجعتلك يا جماعة هو بعد ما خلصته هبدأ اجيب بقى الشرط الدنتل ده وهبدأ اليفه بمن فوق يا جماعة مش شرط يعني انت تستخدم المتاح عندك ومش متاح عادي ما تستخدمش خالص على فكرة انت ممكن تستخدم اي حاجة تانية غير اللي بس تخدمها دي خالص يعني بس انت اهم حاجة ان انت تاخذ الفكرة انت بتاخذ بس الفكرة وبتستخدمي بقى الخامات اللي موجودة عندك هبدأ بقى اربطها من فوق كده باي شرط انا كنت عايز اربطها بشريط ستان بس ما نقيتش لون يليق على الالوان دي فشريط الستان كان هيبقى شكله احلى يا جماعة بس ما نقيتش عندي لون يليق على الالوان اللي في القماش يعني فربطتها بضغط كليم تمام ده بقى شكله يا جماعة وبرضو عملت فيونكا وزقتها تحت كده شكلها حلوة قوي قوي ده ممكن يبقى منظمة تحط فيه ادوات ليكي ومقفول يعني لو انت عايزة تخطي اي حاجة مش عايزة تبينيها فتحطيها فيهم هو مقفول كمان فشكله حلوة قوي قوي على الطبيعة اتمنى تكون فكرتها عجبتكم وافكار الفيديو تكون عجبتكم وتشجعوني وتدعموني وتعلاقاتكم الجميلة وتكرمكم ترجمة نانسي قنقر